أزقات حي القصبة العتيق نفق مدينة الباهية وهران بالغرب الجزائري هي لوحات فنية للرسام التشكيلي خالد كريم فمن خلال ريشته جعل المدن الجزائرية تسافر وتحط الرحالة في باريس عاصمة الفن والثقافة الرسام الجزائري لم يحصر إلهامه فقط في رسم الأزقات والمدن بل لوحاته تعبر عن العمق التاريخي للإنسان الجزائري ذو الشخصية الصلبة والقوية التي لا تؤثر فيها الأيام ولا السنين شخصية لفتت انتباه عشاق الفن من الفرنسيين التابلو الذي كانت خلفاً لديه كانت تابلو مدينة بالمدينة بالمدينة ومع ذلك 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 المعروضة ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك تwarzهم والمجرن أبنى يتقل التعليقات عن طريقة أكثر بالمناسبة في الجزائرية أعتقد أن هذا مؤثر ومع ذلك من أعتقد أنه يأتي لكم في عشاء لكسون الأشخاص ولقى معرضون اسمة الجزائر في المركز الثقافي الجزائري بباريس اهتمام الزوار والمهتمين بالفن التشكيلي وكذلك من يريدون معرفة الرسم الجزائري عن قرب حيث يعتبر الفن مرآة للثقافة مجتمع في الخارج لقناة الشروق نيوز محمد بوشيبا باريس